جهود كبيرة بذلتها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في دعم مسارات التنمية والازدهار بدول القارة الأفريقية حيث تضع مصر إفريقيا نصب أعينها فأصبحت صوت الدول الأفريقية في العديد من المحافل الدولية تطرح مشاكلهم ورؤيتهم وتطلعاتهم نحو مستقبل مشرق لشعوب القارة السمراء التي تستحق الكثير من الأمن والاستقرار والحياة الكريمة شرقت مصر في المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا دافوس في مايو من عام 2015 وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أن تعزيز دور الشباب لم يعد من قبيل الطرف وإنما أضحى ضرورة لا غنى عنها خاصة في الدول والمجتمعات التي تضم نسبة كبيرة من الشباب بكل ما يمثلونه من أمل في المستقبل وطاقة دافعة يتعين استثمارها وتوجهها نحو الإطار الصحيح للاستفادة منها في أكتوبر من العام ذاته شاركت مصر في قمة منتدى الهند إفريقيا والذي عقد تحت شعار شراكة ناشطة ورؤية مشتركة حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال على أهمية الاستجابة لتطلعات وتموحات شعوب إفريقيا في إزالة الظلم التاريخي الواقع عليها والحصول كذلك على التمثيل العادل والمشرف الذي تستحقه بفئتي العضوية الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن الدولي في ظل التحديات التي تواجهها القرى السمراء أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركتي في قمة مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا والتي عقدت في أكتوبر من عام 2018 حرص مصر الدائم على الالتزام بشمولية التعامل مع مشكلات القارة الإفريقية في الوقت ذاتي التركيز كذلك بشكل خاص على قضية الهجرة غير الشرعية في إطار التعاون بين إفريقيا والصين شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى الصين إفريقيا والذي عقد في سبتمبر من عام 2018 وأكد على أن التعاون بين الصين وإفريقيا أصبح مثالا يحتذا به للتعاون الفعال والبناء بين الدول النامية ونموذجا فاعلا لأطر التعاون الإفريقي متعددة الأطراف يعد العام 2019 من أبرز الأعوام الشاهدة على الدور المصري الكبير والقوي والدعم المستمر لقضايا القارة الإفريقية من خلال ترقصها للاتحاد الإفريقي ففي شهر فبراير من هذا العام شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن وأكد على أن أولويات الاتحاد الإفريقي للعام 2019 تتمحور حول قضايا دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة الإفريقية عبر التركيز على زيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة البنية من خلال الإصراع بإدخال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لحيز النفاذ في مدينة بيارتز الفرنسية عقدت في أغسطس من عام 2019 قمة شراكة مجموعة السبع أفريقيا والتي أكد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الحديث عن النهوض بإفريقيا ينبغي أن يتأسس على إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمات القارة فضلا عن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره في شهر أغسطس أيضا عقدت فعليات القمة السابعة لمؤتمر تقيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد والتي احتضنتها مدينة يوكوهاما اليابانية ودعا خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي باسم إفريقيا دعا مؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية متعددة الجنسيات دعا للاستثمار في القارة الإفريقية بالنظر إلى أسواق إفريقيا مفتوحة وكذلك الظروف الاستثمارية مهيئة وأياد الدول الإفريقية ممدودة للتعاون في مدينة سوتي في روسيا الاتحادية عقدت في أكتوبر من عام 2019 أعمال القمة الإفريقية الروسية والتي ترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي أكد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن إفريقيا مقابلة على مرحلة هامة تشهد فيها تغيرات إيجابية كبيرة وتتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع والتحول الرقمي في يناير من عام 2020 شاركت مصر في قمة إفريقيا بريطانيا للاستثمار والتي أكد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هناك فرصا واعدة ومتنوعة أمام شرقاء القراطة على مستوى العالم وتجعل من إفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية ذات الأهمية كتلك المتواجدة في المملكة المتحدة كما أن دول القرى الإفريقية تؤكد انفتاحها الكامل والتام للتعاون مع كافة الشركاء ومن بينهم بريطانيا رغم جائحة كورونا التي حالت دون عقد العديد من الاجتماعات في ظل الإجراءات الاحترازية للدول لم تتوانى مصر لحظة واحدة في دعم قضايا القرى الإفريقية وشعوبها حيث شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر من عام 2021 في منتدى التعاون الصيني الإفريقي عبر الفيديو كونفرنس وأكد على ضرورة التنصيق المشترك بين إفريقيا والصين اتصالا بالقضايا الخاصة بتعزيز السلم والأمن الدوليين وذلك بهدف تحقيق الأهداف المنشودة في أجندة التنمية الإفريقية ألفين وثلاثة وستين اهتمام كبير توليه مصر للقارة الإفريقية وشعوبها من أجل تحقيق التنمية المنشودة من خلال إبراز المقومات والموارد المتنوعة التي تمتلكها القارة الشابة عبر المحافلة الدولية والتي تؤهلها لأن تصبح أحد محرك النمو الاقتصادي العالمي ومن أبرز وجهات أنشطة الاستثمار في العالم اشتركوا في القناة